موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين والتي نناقش فيها موضوع عسكرة التعليم في الكيان الصهيوني ونطرح العديد من الأسئلة كيف يزرع الكيان الصهيوني قيم العسكرة في وعي الأطفال الصهاينة لماذا يسيطر العسكريون الصهاينة على إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية ما طبيعة مناهج التعليم الصهيونية وكيف تكرس العنصرية والكراهية وتسعى لشيطانة العرب وتجريدهم من إنسانيتهم أما في زهرة المدائن فحديثنا اليوم عن موظبة الفلسطينيين على صلاة الترويح في المسجد الأخصى المبارك كما تتابعون في ذاكرة فلسطين العدوان الثلاثي واحتلال غزة عام 56 وتسعمائة وألف فابقوا معنا هنا التاريخ يسمعنا أجل فالقدس تجمعنا نخوض الليل إصرارا ونأبد ذل والعارا نخوض الليل إصرارا ونأبد ذل والعارا ومجبولون ثوارا على الأبواب ننتظر أنا روح القدس أنا الغضب أنا روح القدس أنا الغضب أنا شمس الفجر لمن ألم أنا روح القدس أنا الغضب أنا شمس الفجر لمن ألم أنا شمس الفجر لمن ألم هنا في القدس تحميها رجال الله تفتيها تذيق الغاصبين رادا وتجعل حلمهم بددا صمودي لم يطيع سدا بأمر الله ننتصر أنا روح القدس أنا الغضب أنا روح القدس أنا الغضب أنا الغضب أهلا بكم من جديد أعزان المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين لقد تمت عسكرة التعليم في الكيان الصهيوني وكما تقول الباحثة والكاتبة الصحفية الصهيونية إيرنا كازين فإن من يطلع على مناهج التعليم في المدارس الإسرائيلية في جميع المراحل لا بد أن يلفت انتباهه التوجه العام على التنشئة التربوية على روح العسكرة والتطوع للجيش وأعداد الطفل حتى يكبر ليصبح مقاتلا وتكريس الروح الإسبارطية وقد سادت تلك الروح منذ قيام الكيان الصهيوني في عام 1948 وتغلغلت في جميع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية ضمن محاولة لخلق الإسرائيلي الجديد كما تقول الكاتبة الإسرائيلي اليهودي الذي خرج منتصرا ضد سبعة جيوش عربية وأقام دولة بعد ألف عام كما يحل لواضعي فلسفة التعليم الإسرائيلي أن يكرس ذلك في أذهان الأطفال والشبيبة وإلى غير ذلك من المزاعم الأسطورية ولا خلافة بين البحثين في الدولة العبرية على أن هذه الروح تعززت بعد حرب عام 1967 والانتصار الساحق الذي حققته إسرائيل في هذه الحرب على كل من مصر وسوريا والأردن في حلقة اليوم نطرح موضوعا مهما للنقاش وهو عسكرة التعليم في الكيان الصهيوني وهذا الموضوع نحلله ونناقشه مع ضيفين كريمين في الأستوديو معي الأستاذ حماد الديراوي المحلل السياسي الفلسطيني والأسير المحرر كما ينضم إلينا من غزة عبدالأقمار الصناعية مباشرة الأستاذ محمد حماد متخصص في الشأن الصهيوني أرحب بك معنا أستاذ محمد أهلا وسهلا حياكم أهلا فيك أيضا أستاذ حماد معنا في هذا اللقاء ودعونا نبدأ أستاذ محمد حماد أيضا نعم نبدأ بمتابعة التقرير ثم نعود للنقاش دولة الاحتلال ومنذ إعلانها عام 48 على عسكرة جميع مفاصل الحياة اليومية بدءا من السياسة وصولا لعسكرة التعليم ويأتي ذلك من خلال كونها كيانا غير شرعي غرس في أرض عربية بين جيران عرب فأصبح هاجس الحماية والحماية المتقدمة بما تحمل الكلمة من معنى هو المسيطر على تخطيط الكيان فدفعت بمناهج تعليمية تحث على العسكرة وتحبب الشباب الصهاين بالتطوع منذ الطفولة وفق مناهج موجهة ومخصصة لذلك الجيش التعليم جميع المؤسسات في إسرائيل تكرس نظام العسكرة حتى قال بن قريون يوم من الأيام أن المجتمع الإسرائيلي هو عبارة عن شباب من المتحاربين إسرائيل تقوم بتدريب الأطفال النساء الشابات على العسكرة على حمل السلاح حمل البندقية حمل السلاح الأوزي في إسرائيل التدريب في المعسكرات منذ سن المراهقة وتتجسد عسكرة التعليم في دولة الاحتلال في مظاهر ثلاث أساسية هي زرع مفاهيم العسكرة والقوة في نفوس الطلاب وتكليف العسكري بإدارة مؤسسات التعليم وممارسة مهنة التعليم بأنفسهم وظهور المدارس الدينية العسكرية والتي تعد أخطر مظاهر عسكرة التعليم لدى دولة الاحتلال حيث أن التربية على العسكرة تتم بوسائل مختلفة ومتعددة ويحاول جهاز التعليم لديهم صبغ وعي الطفل بالعسكرة ومفاهيمها منذ نعمة أظفاره الثقافة التي يريدونها بشكل منطلق أكثر بحيث يأخذون الأطفال حتى دون السن القانوني حسب تعبيرهم إلى دورات عسكرية يتابعون فيها الجيش أثناء التدريب يطلقون النار كأطفال وبأيديهم على صور لعرب على صور لربما نساء عربيات الشخص الذي يوضع لهذا الطفل شخص عربي أو يلبس كوفية أو امرأة تلبس منديل هذه كلها لا شك بأنها تغرس هذه القيم قيم التطرف لدى الأطفال لديهم لكن ما يفاق متأثير العسكرة في نظام التعليم هناك هو حقيقة أن مناهج التعليم الصهيونية تكرس ما يدعو لمواصلة حالة الصراع وما تلك الكتب التي سعت طيلة السنوات الماضية لشيطنة العرب وتجريدهم من إنسانيتهم إلا دليلا على ذلك والذي أدى بدوره إلى ترسيخ صورة نمطية لدى الصهاينة الذين ظهروا دائما بصورة الغربيين المتحضرين صانع السلام مقابل صورة العرب الخوان العدوانيين ووفق تلك المناهج فإن حالة الصراع مستمرة وستبقى في حالة عسكرة دائمة منستعدة لمناورة جديدة يتغذى منها كيانهم ويحيى مرحبا بكم من جديد عزان المشاهدين إلى هذه الحلقة عسكرة الأجيال في الكيان الصهيوني عسكرة التعليم والذي بدوره يعطي مجتمع عسكري بحث كما هو معروف أراح بضيوفي مرة أخرى الأستاذ حماد الديراوي والأستاذ محمد حماد من مدينة غزة أبدأ معك أستاذ حماد حول هذا المفهوم كيف ترى أن الكيان الصهيوني يقوم بعسكرة التعليم بمراحله المختلفة بدءا بما يسمى الروضة واستكمالا إلى المراحل الثانوية وكذلك مراحل الجامعة والحصول على شخص يكون في الحقيقة هو قد تلقى تعليما عسكريا بطريقة أو بأخرى أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لكم هذا اللقاء الثاني هنا في إسطنبول في قناة الرافدين هذه القناة الكريمة وأيضا المقدم الكريم الأستاذ يونس أبو جراد بخصوص موضوع عسكرة التعليم كل المجتمع الصهيوني هو مجتمع عسكر عسكرة المجتمع عسكرة المجتمع تأتي من عسكرة التعليم عسكرة التعليم لدى الكيان تبدأ منذ طفولة منذ الصغر عندما نتحدث عن الروضة وعندما نتحدث عن المدرسة قبل المرحلة الثانوية بالتدريج يقوم أولا المدرسين هم ضباط قدامة في الجيش الصهيوني وهذا يعني مخالف لكل ما هو متعارف عليه أن المعلم يجب أن يكون مدني شخص مدني عند اليهود لا يوجد هذا الأمر لأن اليهود يصورون لأبنائهم يعني أنهم يعيشون في بين الدول العربية وأن كل المحيطين بهم أناس إرهابيون وأنهم يجب أن يكونوا يتعاملوا بالقوة مع كل الكيانات الموجودة حولهم وأنهم هم الدولة المحترمة وأنهم هم الدولة التي قد تكون ضحية لذلك يجب أن ندافع كما يقول الحخمات وكما يقول المعلمين الذين هم أصلا ضباط قدامة في الجيش الإسرائيلي لأننا دول محترمة بين دول مجرمة وبين دول إرهابية لذلك هم يتعاملون يعلمون أطفالهم منذ الصغر منذ الحضانة ومنذ الروضة وأيضا في المدرسة من الأحراب الإبتدائية والإعدادية يقومون بتعليمهم في الأبجديات أن هذا المحيط بنا هو عربي هو مسلم هو إرهابي يجب أن نقتله هذا عدوك ويجب أن نعمل من أجل القضاء عليه وهم خدم لنا بالرغم من أنهم هم مجرمون هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنهم يأخذونهم جولات إلى ورحلات إلى المراكز الجيش المواقع يتصورون يقومون بأخذ الصور الفوتوغرافية والفيديو مع الجنود وفوق الدبابات أيضا يحملون الرياض صغيرة من ألوية الجيش لواء المظليين لواء القفعات لواء قولان كل لواء له رايم محددة يأخذونها ننتقل أيضا يأخذون جوائز من الجيش أيضا معلم الرياضيات في المدرسة وفي الروضة وفي المراحل التعليمية يقوم بتعليمهم أنه مثلا في 200 ضابط في المظليين حولناهم أضفنا إليهم 500 ضابط من المشاكم يبلغ العدد فبالتالي أيضا المصطلحات مصطلحات في الصف وفي المدرسة وفي الشارع وفي كل مكان يجب أن نكون أهبط الاستعداد تحرك تقدم هي أيضا مصطلحات عسكرية لذلك هم يربون المجتمع تربية عسكرية بحتها في المرحلة الثانوية يقوم الذين يدربون رياضة في المدرسة هم ضباط قدامة في الجيش الإسرائيلي في وقت السلام الوطني كما نسميه نحن السلام الوطني يكون ضابط في الجيش يقف بوقف عسكرية أمام طلاب الثانوية العامة ليعدهم إعدادا عسكريا ليمدهم بالمعنويات يأخذونهم دورات عسكرية تنشيطية لمقدمة للتجنيد الإجباري الذي يكون في الجيش الإسرائيلي سيد محمد حمادة هذا جزء من أشكال غرس مفاهيم العسكرة لدى الأطفال الصهاينة والطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية أنا أريد أن أسأل لماذا تلجأ دولة الاحتلال إلى غرس هذه المفاهيم لدى هؤلاء الطلاب الدول بشكل عام في كافة أنحاء العالم لا تقوم بذلك بشكل مباشر للأجيال هناك بعض قيم مهمة في الانضباط وإلى آخره لكن أن تكون قيم عسكرية أو مفاهيم عسكرية بحتة كما يحصل في الكيان الصيوني فهذا لا يتوفر في أي مكان آخر لماذا باعتقادك؟ نعم بداية تحية لك زميل يونس وليل أستاذ حمادة لا شك بأن ما تفضلتم به صحيح في داخل المجتمع الصهيوني وحالة العسكرة كما وصفها ضيفك الكريم هذه الحالة موجودة في داخل الكيان ومربط الفرص هنا ما تفضلت به أنت أستاذ يونس من سؤال هو لماذا؟ وربما أحب أن أعرج على قضية أن مسألة أن الأطفال والنشئ يتم تربيتهم على حب الجيش والذهاب إلى المعسكرات والتصور مع الدبابات وحمل السلاح وكل هذه المظاهر ربما لو ذكرت أمام أي دولة ربما لن ترى في ذلك أي غضاضة في سبيل التربية الوطنية التي يجب أن يربع عليها كل جيل حتى لو كانت في غير دولة هذا أو في غير كيان الاحتلال لكن ما الذي يجعل من هذا الأمر قضية خطيرة قضية تنم عن عذائية فيما بعد ذلك هو التربية التي يربون عليها هذا النشئ والذي على أساسها يجب أن يستخدم هذا السلاح بداية أنت ليست ككل البشر فأنت يهودي أنت شعب الله المختار أنت يجب أن تتعامل مع الكل الذي ليس يهودي بالأغيار إذن هؤلاء الأغيار دمهم مستباح إثم قتلهم ليس بالكبير بل ليس هناك إثم بل الإثم أن تتردد في قتلهم وهذا الكلام ليست دعاء أحيي لمن يريد أن يناقش في هذا إلى الكتب التي كتبت حديثا على رأسها كتاب نظرية الملك لحخمات صهاينا هم حخمات الجنود الذين يحملون السلاح ويمثلون بين قوسين دولة الاحتلال والذين قالوا بأن قتل الأغيار واجب في حالة شعور اليهودي بالخطر بل أكثر من ذلك في حالة توقع إمكانية حدوث الخطر فلابد أن تقتل هؤلاء الأغيار ولا تتردد ولا يهمك بعد ذلك من تقتل سواء كان صغير أو كبير امرأة أو شيخ الثقافة في هذا الكتاب والذي هو كتاب يدرس للمدارس الدينية التي تنتج هذا العسكري الذي هو نموذج لهؤلاء الأطفال الذين يذهبون إليه إلى قواعدهم العسكرية ويستمعون منه أن حرق أماكن كاملة فيها العدو وهنا في مثال حي الشعب الفلسطيني حرق مناطق كاملة تحت بند ما يسمى بهنبعل مثلا كما حدث في حي الجنينة في رفاح كما حدث في الشجاعية كما حدث في مخيم جنين هذه عقيدة يتربون عليها ذهب مؤلف الكتاب إلى أبعد من ذلك إلى القول أن في داخل النفس اليهودية نطفة أو نكتة صغيرة ليست موجودة في قلب أي بشري على وجه الأرض إلا في اليهودي ومن أجل أن يكون هناك كمة السمو الروحي يجب أن نصل إلى هذه النقطة الوصول إلى هذه النقطة يتم بالخلاص من هؤلاء الأغيار لقد عبر القاتل هو لا يصفه بالقاتل لقد عبر باروخ جولدشتاين عن هذا السمو الروحي عندما نفذ مجزرة المسجد الإبراهيبي إذن هذه الثقافة هي التي يتربى عليها هؤلاء الأطفال ربما مشاهد أن يذهبوا إلى الجيش والاعتزاز بالجيش والاعتزاز بقوة جيشهم والثقافة الوطنية هذه ربما تربى عليها كل الدول نشأها لكن الأخطر هو ما هي العقيدة التي يربون عليها هذا النشأ عندما تصبح جندي يجب أن تكون هكذا يجب أن تكون قاتل وهذا ما يحدث بالفعل عندما يأتي القاتل الجندي أزاريا ويقتل المصاب عبد الفتاح الشريف ويستشهد بعدها عبد الفتاح الشريف وتقوم الدنيا في داخل الكيان نصرة لهذا الجندي لأنهم لا يرون بأنه ارتكب جريمة بل إن عليه أن يقتل هذا الفلسطيني حتى لو لم يشكل خطر ثم يكافى على ذلك كما هو معروف أستاذ محمد ما أشرت إليه هي مفاهيم خطيرة وخطيرة جدا وفي المقابل يمنع على الفلسطينيين أن يزودوا أو يغرسوا في أبنائهم والعرب كذلك بعض المفاهيم المتعلقة بقيمة هذا الوطن وبعض المفاهيم الخاصة بأهميته وضرورة الدفاع عنه وإلى آخره يعني حرام على بلبيله الدوح حلال لطير من كل جنس هذه الدولة المارقة التي تدعي أو تصم الجميع بمعادات السامية هي في الواقع تمنع الناس من أن يغرسوا في أبنائهم ما تغرسه هي في أبنائها يعني بمفهوم السامية لو أردنا أن نتحدث عن الأصل الفلسطيني أليس سامي ولا يعادي الكيان عندما ينفذ المجازر باللاسمية هذه على عجالة لكن القضية هو أن الاحتلال تنبه جيدا إلى أهمية القيم والمثل التي يتربى عليها النشئ في مقاومة هذا الاحتلال هو فهم جيدا بأن الثقافة الوطنية الفلسطينية المقبولة دوليا والمقبولة ضمن القانون الدولي وما يسمح به الشرائع الدولية هي ثقافة وطنية سامية ثقافة تدعو إلى ماذا؟ إلى طرد المحتل وليس أكثر من ذلك لا أرى فلسطيني يدعو إلى قتل اليهود أينما كان لا أعرف أي تنظيم حتى من كان من يوصف بالمتطرف حتى بالحركات الإسلامية حتى من هي مصنفة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهاب حركة حماس وكتائب القسام وصرايا القدس وغيرهم لا أجد من فيهم يقول أو فيهم من يقول بأننا سنقتل اليهود أينما كان يقولون بالفهم الملآن هذا المحتل يجب أن يرحل عن أرضنا بعد ذلك ليس لنا مشكلة مع اليهودي لكن في المقابل ثقافتهم هم هي تطهير هي تطهير لكل ما هو ليس يهودي تطهير للفلسطيني وتطهير لغير الفلسطيني أصلا لكل ما هو ليس يهودي هم تنبهوا جيدا إلى المثل العليا التي يتربى عليها الفلسطيني وخطورتها لذلك فرضوا على من رضخوا لمشروعهم مشروع مثل بلير والسلام الاقتصادي ومشروع دايتون من أجل صناعة وعي فلسطيني جديد وصناعة فلسطيني جديد ينبذ بين قوسين هذه الثقافة السامية التي تدعو إلى محاربة المحتل لكنه لا يتورى كما تفضلت أنت عن أن يثقف جيله وأن يثقف نشأه على ثقافة الاستئصال وثقافة التطهير وليس ثقافة وطنية أنا هنا أعود وأقول إذا ذهب بأطفاله إلى قواعدهم العسكرية ورب أطفاله على حب الجيش وحب الانتماء للجيش وحب الانتماء للوحدات القتالية لو لم يكونوا دولة احتلال وأعتقد بأن هذه صفات لا يعتبرها أحد خاطئة لكن المشكلة هي في الثقافة التي يغرسونها في هذا الطفل ثقافة الاستئصال ثقافة الطفل التي يتم تربيته عندما يمسك بندقية هذا الجندي بأن يطلق النار باتجاه شاخص عليه أمرأة فلسطينية أو طفل فلسطيني أو شيخ فلسطيني يقف على حاجز هذه الثقافة الاستئصالية هي الثقافة الخطيرة التي يغرسونها في أجيالهم جيلا بعد جيل بغض النظر علمانيين كانوا أو متدينين نعم وصلت الفكرة أستاذ محمد أرجو أن تبقى معنا أستاذ حمادة حتى ننتقل إلى نقطة أخرى هذه المفاهيم كلها يقف خلفها منهاج أو مناهج إسرائيلية معتمدة هذه المناهج في معظمها تغذي العنصرية والكراهية وتعطي للعرب صورة بأنهم حشرات وبأنهم حيوانات ضارة وبالتالي يجب التخلص منهم إلى آخره فإلى أي مدى تعزز هذه المناهج وتكرس صورة العربي البشعة في نظر الأجيال الإسرائيلية وبالتالي يعني يربون أبناؤهم على هذا من أشر قتل العرب في المستقبل كما تفضل الأخ الأستاذ محمد حمادة أنه الكيان الصهيوني والتعليم يعني يهيئ الآن الشعب الإسرائيلي كله بكل مكوناته سواء طلاب في الحضانة أو حتى الجنين في بطن أمه أو في المولود أو في الحضانة أو في المدرسة أو في الجامعة هم عندهم قناع أنهم شعب الله المختار وكل ما دون اليهودي هو خدم لهم وكل ما دون اليهودي هو مستباح وكل حتى اليهود يفرقون بني اليهودي الشرقيين والغربيين حتى داخل الكيان في تفرق عنصرية الآن بالنسبة للعرب هذه المناهج وضعت يعني بتعب وبعناية شديدة منهم وبجهد كبير وقاموا على ذلك ضباط في الجيش وقاموا على ذلك حخمات وأنا هنا أقول أن يعني عملية عسكرة التعليم عندهم يتم اقتصارها في ثلاث مظاهر أساسية هي زرع مفاهيم القوة العسكرية في نفوس الطلاب القوة العسكرية ليست كما تفضل الأخ ليست كاعتزاز يعني بالقوة العسكرية وبالدولة لا من أجل أن القضاء على الآخر من أجل أن هذا العربي إرهابي وهذا العربي مجرم وهذا العربي حاقد وهذا العربي يقتلنا وهذا العربي يجب أن نقتله قبل أن تصر رصاصته إلينا هكذا يعلمونهم تكليف العسكر بإدارة مؤسسة التعليم وممارسة مهنة التعليم بأنفسهم الآن المعروف يعني في كل العالم أنه المعلم هو يعني شخص مدني العسكري بيكون عسكري بيخدم في الجيش ثم بيكون عقيد متقاعد أو عميد متقاعد أو لواء متقاعد إلى أن يعني إلى ما لا نهاء إلى أن يعني يلقى الله لذلك لكن عند اليهود يختلف الأمر تماما ضباط الجيش المتقاعدين حتى في خلال خدمتهم في الجيش هم الذين يدربون الطلاب في المدارس تربية عسكرية هم الذين يعطون حصص الرياضة هم يعلمون في كل المواد هم الذين يكونون مدراء المدارس مدراء التعليم وزارة التعليم كل الوزراء اللي في الحكومة الإسرائيلية كل هم ضباط سابقين سواء رجال أم نساء كل هم ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي لذلك هم متعمدين على هذا الأمر من أجل أن يعد الشباب الإسرائيلي والشباب الصهيوني والطفل الصهيوني والشيخ الصهيوني من أجل أن يقتل العربي لأن هذا العربي هو مجرم لأن هذا العربي هو الذي يقتل لأن هذا العربي هو الإنسان القبيح والإنسان الذي لا يجب أن نتعامل معه وهذه رسالة للعرب هذه رسالة العرب يجب أن يعيوها جيدا النقطة الثالثة ظهور المدارس الدينية العسكرية وهذا أخطر ما يكون ظهور المدارس الديني العسكرية التي تعتبر أخطر مظاهر عسكرة التعليم لأن الطلاب يتم تربيتهم على العسكرة وعلى التطرف الديني في الصورة الأكثر سودوية لأن الدين بحكي لنا زي هيك التوراة تتكلم لنا زي هيك لذلك هذا أمر إلهي يجب أن نقتل هذا العربي هذا العربي الأسود هذا العربي البشع هذا العربي الحقير هذا العربي الكذا هذا العربي الذي لا يجب أن يعيش لذلك هم يعني يعسكرون التعليم ويعسكرون كل المجتمع من أجل أن يكونوا هم شعب الله المختار من أجل أن نكون نحن خدم لهم من أجل أن حتى أن يكون الأمريكان والأوروبيين وكل من هو غير يهودي هو خدم لهم واليهودي في ذلك عندهم تفرق عنصرية كبيرة حتى داخل المجتمع الإسرائيلي نعم دعنا نتوقف عند نقطة ثانية التي أشرت إليها وأعود الأستاذ محمد حمادة من غزة تكليف العسكر بإدارة المؤسسات التعليمية والقيام بعملية التعليم بأنفسها هذه نقطة يجب أن نتوقف عندها جيدا حتى أن هناك مؤسسات خاصة بهذا المجال كما تعرفه أستاذ محمد ما أهمية ذلك؟ لماذا يلجأ الاحتلال إلى الاستفادة من العسكر المتقاعدين بعد انتهاء خدمتهم العسكرية من خلال التدريس بشكل شخصي مباشر أو إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية الموجودة؟ ربما من أجل تدقيق المعلومة التعليم أو المنظومة التعليمية بشكل عام لا يوجد فيها تعمد أن من يقف عليها من العسكر ومن يجب أن يكون في إدارتها وفي التدريس من العسكر لكن بطبيعة الحال في ظل هذا المجتمع الصهيوني المعسكر أصلا يعني لا يوجد خريج بعد أن ينهي جامعته أو بعد أن ينهي حياته ويبدأ بالوظيفة لينطلق في حياته إلا وقد تخرج أصلا من الجيش فإذن هو جاء من هذه المنظومة التي بالبداية أسسته على المفاهيم التي ذكرناها سابقا هذا فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام لكن هناك على وجه التحديد أن قبل التجنيد الإجباري ونحن نفع أن التجنيد لدى الاحتلال الإجباري وربما ما يهدد الآن إجراء انتخابات جديدة هو معركتهم على قانون التجنيد وطلب فرضه على بقية الصهايين الذين يرفضون حتى الآن التجنيد ليس من باب حسن خلق وإنما لأنهم لا يريدون أن يخدموا يريدون أن يتفرغوا لدينهم وخدمته القضية التي أقول أنه من أجل إعداد هذا الجندي وتجهيز عقليته لتشرب الثقافة التي يريدونها وهي ثقافة الاستئصال والإقصاء والثقافة التي فصلت فيها سابقا كما وردت في كتاب نظرية الملك هناك مدارس كدام تسبائي كما يقولها بلغتهم التي تسبق التجنيد العسكري الطلاب الذين يذهبون للتجنيد فمن عشر عام قبل ذلك يعدونهم في مدارس التأهيل للدخول في الجيش مدارس التأهيل هذه يصبون فيها معظم هذه الثقافة التي يريدونها ومن يشرف على ذلك هم كما تفضلت عساكر متقاعدون أو عساكر حاليون يخدمون في الجيش الحخامات الذين يغذون هذه المدارس بالأفكار هم حخامات جاءوا من المؤسسة العسكرية ومن أكثر المدارس الدينية تطرفا الصهيونية الدينية من يعتمرون القبعة المنسوجة هؤلاء الذين ينتشرون كالسرطان في الضفة الغربية في المستوطنات في أكثر المستوطنات تطرفا من تجمع الأكثر من المستوطنين تطرفا في هذه المدارس التي تسبق الذهاب للجيش نعم يتم إعداد هؤلاء النشأ يتم تدريبهم يتم تشريبهم بكل هذه الأفكار من فوقية شعور اليهودي بالفوقية على كل الناس حتى على من هم حلفائهم وكذلك قتل الشعور بالندم والتردد وربما ذكرت أنت بعد أن تحدثت عن الجند أزاريا الذي اغتال المصاب عبد الفتاح الشريف رحمة الله عليه بأنه كفئ بعد ذلك لا أعتقد بأن مكافأة كفئ عليها هذا الجند أزاريا أكبر من أن الذين وقفوا في ظهره وساندوه من عتات المستوطنين المتطرفين والذين لم يكن يسمح لهم بدخول الكنيسة الصهيوني أي المجلس النواب الصهيوني وأن يصبحوا مشرعين فيه بسبب الأفكار التي يحملونها في الانتخابات الأخيرة فتحت لهم هذه الأبواب على مصراعيها ودخلوا الانتخابات وفازوا في هذه الانتخابات الآن يجلس في الكنيسة الصهيوني في المجلس التشريعي في مجلس النواب في مجلس الشعب الصهيوني النواب يحملون أفكار أشد تطرف من أزاريا وكانت دعايتهم الانتخابية هو لا تتردد أطلق النار كان هذا هو شعارهم يخاطبون فيه هذا الجندي إذا ما شعرت بأي خطر لا تتردد أطلق النار لا تحسب كثيرا هل هذا طفل هل هذه امرأة هل هذا مريض في نهاية المطاف هذا فلسطيني نعم ابقى معنا أستاذ محمد أستاذ حمادة أبقى في موضوع عسكرة المؤسسات التعليمية وإدارتها من قبل عساكر قدامة لاحظت أنا أنه الجيش جيش الاحتلال الصهيوني يدفع مستحقات التعليم في المدارس الدينية أنت قبل قليل تحدث نقطة مهمة جدا أنه ظهرت المدارس الدينية العسكرية وبدأت بسيطرة قوية جدا على التعليم وعلى المناهج وأصبح لها انتشار واسع جدا كمان نحن نقول أنه الجيش نفسه هو الذي يقوم بدفع المستحقات في المدارس الدينية يعني ما علاقة الجيش بذلك يعني ما علاقة أي جيش بالعالم أن يقوم بدفع مستحقات مالية لمدارس أين كان نوعها فقط في الكيان الصهيوني هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية أنه المعروف لدى الكيان الصهيوني وخاصة المدارس خاصة المدارس الدينية اللي هم متطرفين أنه يعني الجيش ذو قيمة كبيرة عندهم أنه الجيش الذي يدافع عن الوطن الجيش الذي يدافع عننا وعن شرفنا أو عن كرمتنا أنه الجيش الذي يحمينا من الإرهابيين المحيطين فينا من الدول العربية والوطن العربية أنه الجيش هو المسؤول عن هذا أنه ضابط الجيش لما يكفي تقف أمام الطلاب إن كانі يعطي محاضرة أو يقف في طبور الصباح أو كان في السلام الوطن الفلسطيني يقف ثابت أنه هذا يعطيهم معنويات وأنته مجرد وقوفه خاصة المدارس الدينية إنه هذا م 떠ض Som amak أنه إحنا يعني كما قالت التوراة وكما تقول الكتب الدينية أنه إحنا لازم نستجيب لهذا النداء هذا الرجل الواقف الضابط في الجيش لازم نستجيب لهذا النداء أنه إحنا نقتل العربي نقتل من هو غير يهودي ولن نتردد ونطلق الرصاص أنه يعني هذا الأمر له معنى كبير داخل الجيش داخل المجتمع الصهيوني هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أنه أنا أيضا أكرر كما قلت في النقطة في السؤال السابق أنه إحنا العرب يجب أن نعي هذه الأمور جيدا ويجب أن لا نطبع مع الاحتلال وهذا نداء ورسالة لكل الدول العربية الأنظمة أنا أتحدث عن الأنظمة العربية وأيضا من الشعوب التي قد تتماها مع أنظمتها في تنسيق هذه الأنظمة مع الاحتلال لأننا أمام احتلال عنصري إحلالي احتلال حاقد احتلال يخطط احتلال يقتل احتلال يخطط على المدى البعيد يخطط أن يسيطر على كل الدول العربية وكل المجتمعات العربية كل هذه الأمور تحتم علينا أن نكون كل الأمة العربية والإسلامية أن نكون شعب واحد وأن نكون يدا واحدة وأن نقف وقفة رجل واحد في وجه هذا المحتل الغاصل جميل إضافة إلى أستاذ محمد إلى تولي الجيش دفع مستحقات المدارس الدينية المستحقات المالية الخاصة بها هو أيضا يدفع معاشات ورواتب الحاخمات الذين يتولون عملية التدريس والأخطر من ذلك أن المدارس تتواصل أو تتعاون مع قسم يسمى قسم القوى البشرية في هيئة أركان الجيش الصهيوني من أجل تنظيم دورات للطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي مرحلة مهمة جدا من حياة الإنسان كما هو معروف كل تلك المظاهر والأشكال تعكس ربما من جانب آخر حجم المخاوف التي يعيشها الاحتلال والأزمة المستقبلية التي يخشاها وبالتالي يحاول تجنيد هذه الأجيال تباعا من أجل حمايته في هذا الواقع الذي يحيط به من الشعوب العربية والشعب الفلسطيني نعم صحيح وما تفضلت به إنعكاس صحيح وهناك إنعكاسات أخرى لا بد من ذكرها يعني هذا السعي الحثيث من قبل جيش الاحتلال إلى الوصول إلى عقول هذا الجيل الجديد من الصهاينة مدارس عسكرية حخامات يتم لأنه يتم دفع مستحقاتهم لأنها تعتبر جزء من المنظومة العسكرية والمؤسسة العسكرية السعي الحثيث وذلك ليس فقط لأنهم يريدون أن يغذوا هذا الجيل بالأفكار التي ذكرناها والمتطرفة والاستقصالية الاقصائية ولكن لأن هذا الجيل الجديد بدأ يعاني كما يصفونهم أنه يعاني برغبة بالهجرة والخوف وعدم الشعور بالأمان ولا يوجد الرغبة بالانتماء للجيش والوحدات القتالية كما كانت سابقا مرد ذلك ولابد من ذكر ذلك لأنه مقام يجب أن يذكر فيه إلى ما فعلته المقاومة وما استطاع الشعب الفلسطيني من تحقيقه من خلال مقاومته المجتمع الصهيوني بعد أن كان هو من يمارس كي الوعي وبعد أن كان هو من يفاخر بأن قوة ردعه هي الأقوى على مستوى الشرق الأوسط أصبح الآن يمارس عليه كي الوعي من قبل الفلسطيني أصبحت القيادة السياسية مصابة بكي وعي بفعل ضربات المقاومة من هنا من غزة ومن هناك من الضفة الغربية ومن سائر أرجاء فلسطين يعني الإحجام من قبل هذا الجيل عن الانضمام للجيش والدخول في الوحدات القتالية هو الذي يدفع القيادة الجيش بقيادة الأركان إلى الضخم بالمقدرات الكبيرة جدا وراء هؤلاء من أجل استجلابهم للوحدات القتالية وللدخول في الجيش والخدمة في الجيش أشكرك جزيلا أستاذ محمد حمادة متخصص في الشعب الصهيوني كنت معنا من مدينة غزة ودى الحديث بقية في حلقات أخرى ولكن انتهى وقت البث المباشر من هناك شكرا لك أستاذ أحمد أنا بلفت انتباهي شغلة مهمة في الحقيقة أنت عندما تحدثت عن ظهور المدارس الدينية العسكرية وأهمية ما تقوم به وخطورة ما تقوم به من مناهج وكذلك من فتاوى وهذا موضوع خطير جدا موضوع الفتاوى الدينية التي يفتون بها للجيش في المقابل نحن محرم علينا في خطابنا الديني أن نذكر دولة الاحتلال بسوء أو نجعل هذا الخطاب خطابا دينيا كما هو معروف وحتى كثير من الدول العربية وحتى في بلادنا السلطة الفلسطينية وكثير من الجهات تمنع أن يتم الحديث ببعوة ديني كأن نقول أن صراعنا مع هؤلاء صراع وجود وأن اليهود هم الذين فعلوا ذلك ونستخذر آيات من القرآن الكريم أو حديث نبوية ومع ذلك يستمر الصاينة في سلسلة طويلة من الفتاوى في مدارسهم الدينية والحاخامات وكذا كيف نفسر ذلك؟ شوف أستاذ يونس والمشاهدين الكرام الانتصارات التي حظي بها العدو الصهيوني هي من بين قوسين أو بين مزدوجين من تواطئ الأنظمة وليس من همالة الجيوش العكس الجيوش في الدول العربية والدول الإسلامية هي جيوش شجاعة جدا ويتم تدريبها على أعلى المستويات أي دولة من الدول العربية تدريبها أفضل من الجيش الإسرائيلي فبالتالي الجيش الإسرائيلي أو المجتمع الصهيوني بعسكرته كله بجيشه بضباطه بوزاراته بالتعليم هم يعني متاح لهم الحديث أن العرب أعداء وأنه يجب أن نقضي عليهم بينما نحن لأننا نطبع ماء الاحتلال ولأنه إحنا بندلع الاحتلال ولأنه إحنا بنخاف عليه ولأنه إحنا بننسق معاه أمنيا ولأنه إحنا بنعيش تحت بساطير الاحتلال كما قال بعض الرؤساء وبعض الزعماء وإنه إحنا بنحافظ على مصالحهم ومشاريهم فبالتالي بنحبش نمسهم في سوء بينما هم يخططون من أجل احتلال كل العرب احتلال كل العرب ليس احتلالا عسكريا احتلالا فكريا واحتلالا عقليا واحتلالا يعني وجوديا واحتلال من كل الأنواع فبالتالي المطلوب الآن من العرب ومن المسلمين أن يتركوا المجال يعني أنتوا رايحوا حالكوا وتركوا المجال للشعوب وتركوا المجال للعلماء وتركوا المجال للخطباء أنا أقول والله لو الدول العربية مشت مشياً على الأقدام على فلسطين لحررتها يعني نحن عشنا مع اليهود داخل سجول الاحتلال عشنا معهم سنوات أجباً ناس على وجه البسيطة هم اليهود وبالفعل هم أوهن من بيت العنكبوت لذلك المطلوب منا نحن ليس تقويتهم نحن نقويهم بأنظمتنا الموجودة المطلوب منا أن نضعفهم المطلوب أن نحاربهم المطلوب أن نوعي الشعوب بدل أن نضع على الخارطة خارطة فلسطين في بعض الدول وفي بعض الكينات كلمة إسرائيل يجب أن نضع فلسطين ونضع في المناهج مناهج التربية الوطنية أن هذا هو السلام الوطني الفلسطيني أن هذا هو السلام الوطني العراقي أن هذا هو السلام الوطني العربي ويجب أن نقول أن هؤلاء هم أعداؤنا هؤلاء اليهود هم أعداؤنا جميعاً وليس نحن نحن أعداء بعض هؤلاء أعداؤنا جميعاً يجب أن نتوحد في وجه الأعداء وقوتنا تكمن في وحدتنا والسلام عليكم شكراً جزيلاً لك أستاذ حماد الديروي محلل سياسي فلسطيني ننتقل بكم أزاني المشاهدين إلى موضوعين آخرين في موضوع زهرة المدائن وكذلك ذاكرة فلسطين بعد فاصل قصير ننتقل إلى زهرة المدائن ومواضبة الفلسطينيين وحفاظهم على أقصاهم من خلال المواضبة على صلاة الترويح في المسجد الأقصى المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحباً بكم من جديد أزاني المشاهدين في زهرة المدائن كما قلت نتابع موضوع مواضبة الفلسطينيين على صلاة الترويح في المسجد الأقصى المبارك كنوع من الاعتكاف والرباط في هذا المسجد الذي يحاول أصطهاينا إفراغ المصلين منه وبالتالي السيطرة عليه فلنتابع أنا الحزب محمود البيبي من سكان القدس ومقيم بها من رواد المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه إن شاء الله نحن متواجدين الآن في انتظار أبان العشاء لإقامة صلاة العشاء وصلاة الترويح مدى من عمري 69 عام أنا طول عمري بصلي بالمسجد الأقصى كانت أيام رمضان قبل الاحتلال قبل ما الأقصى يكون محتل كانت يجونا بقرئين من مصر الشقيقة يحيو يحيو أيام رمضان يقرأ القرآن وكانت أيام رحانية وأيام جميلة جدا كانت كل يتها محبة وإخاء الأيام هذه صعبة شوية عشان الاحتلال وفرض القيود أنا بيتي الأول بيتي عند الأولاد البيت الثاني البيت الأول هو البيت الفنزة الأقصى بدون الأقصى احنا ما منعيش احنا بدون الأقصى ما منعيش أهل فلسطين بدون الأقصى ما منعيش وأنا بدل الله رب العالمين اللهم يسر لكل من رغب في المسجد الأقصى ومن كل من حب المسجد الأقصى الله يسر له زيارة المسجد الأقصى والصلافية يا رب العالمين يا الله بيجاه هذا الأذان ويجاه هذا اليوم الفضيل أن الله لا يحلم أحد من المسلمين زيارة الأقصى والصلافية ذاكرت فلسطين من جديد تخبرنا اليوم أو تطلعنا اليوم على عدوان من اعتداءات الاحتلال الغاشمة العدوان الثلاثي عام 1956 واحتلال قطاع غزة فالمتابعة زرعت اسرائيل لتكون دراع الغرب في قلب العالم العربي والاسلامي وحان الوقت فقد أمم عبد الناصر قناة السويس ولا مناصم رد رادع العدوان الثلاثي واحتلال غزة عام 1956 بعد اعلان جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس تأزمت العلاقات بينه وبين بريطانيا التي عقدت اتفاقا سريا مع اسرائيل وفرنسا للقيام بهجوم مشترك ضد مصر تقاطعت مصالح الدول سلاس في هذا الهجوم حيث أرادت بريطانيا استعادة السيطرة على قناة السويس وأرادت فرنسا وقف الدعم للثورة الجزائرية ضدها بينما تمثلت مصالح اسرائيل في القضاء على الوجود المصري في قطاع غزة التي كانت تأرقها وتشكل مصدر مقاومة فعالة كما كانت تهدف لاحتلال سيناء وفرض سيطرتها على قناة السويس كانت الخطة تقتضي بأن تبدأ اسرائيل بالهجوم على مصر بدعوى القضاء على قواعد الفدائيين في سيناء فتتدخل فرنسا وبريطانيا بدعوى الفصل بين الطرفين وضمان حرية الملاحة في القناة وفي نفس الوقت هجمت اسرائيل بعملية مفاجئة ضربت فيها المطارات المصرية واحتلت غزة وسيناء بسهولة بالغة في التاسع والعشرين من شهر اكتوبر تشرين الاول عام الف وتسعمائة وستة وخمسين بدأت القوات الاسرائيلية بعد احتلال مدينة غزة بعمل مذابح جماعية وقتل السكان المدنيين الابرياء وفي اعقاب دخول القوات الفرنسية دخلت القوات الاسرائيلية مدينة غزة بدباباتهم التي وضعوا فوقها الاعلام المصرية فظن اهالي مدينة غزة ان المصريين وصلوا لنجدتهم فخفوا لاستقبالهم فما كان من الاسرائيليين الا ان فتحوا نيران رششاتهم ومكتلف اسلحتهم على جمع اهالي مدينة غزة فسقط ثورا عدد من الضحايا يتراوح بين 200 الى 300 شهر تدخلت الولايات المتحدة مطالبة العدوان السلاثية بالانسحاب وردت اسرائيل على هذا التدخل بارتكاب مجزرة في خان يونس دبحت فيها 275 فلسطينيا ذبح الخرافة اشتعلت في غزة المقاومة الاسلامية للاحتلال الصهيوني وتحت ضغط المقاومة والضغوط العالمية اضطرت القوات الاسرائيلية والبريطانية والفرنسية للانسحابة في السادس من شهر مارس اذار من عام 1957 فعادت سيناء وغزة الى مصر مرة نفا صفحة من داكرة امه عجنت بماء السمودة ومازج النضال دماءها وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها بعد نصل الى ختام حلقة هذا الاسبوع من فلسطين هذه تحيات الفريق العامل معنا في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة